السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد حياكم الله إخواني وأخواتك كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم وستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله التوفيق والتسليد في القول والجواب كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب وردت إلي أسئلة كثيرة جدا أبدأها بسؤال الأخ وليد من الأردن يقول وليد جدتي أعطتني أعطت أبي مبلغ ألف دينار بحيث يدفع تكاليف القبر والعزى هل إذا زاد شيء من المبلغ يأخذه أبي أو يعتبر من الترك وليد من الأردن بارك الله فيك وعافى الله الجدة وأطال في عمرها على طاعته بالنسبة للمسلم يجوز له أن يشتري الكفن قبل وفاته وفي هذا الحديث حديث سهل بن سعد في الصحيح في قصة الرجل الذي استحسن العباء التي أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام فأنكر الناس وعلي قال والله ما أردت إلا أن أكفن بها فدل هذا على مشروعية أو جواز جواز إعداد المسلم الكفن وأن يشتري الكفن مبكرا وهذا مما يجوز كذلك أصلا مسألة دفع تكاليف غسل الميت وحفر القبر والتجهيز كامل للميت هذا يأخذ من تركة الميت فلا داعي لقضية الوصية ومها توصي مسألة العزاء لأنا انتبهت لها في سؤالك هذه من البدع يا أخي الفاضل أن يقام مأتا مثلا ويصرف من أموال الميت هذا حق للورثة لا يجوز للوالد أن يستعمل هذا المال في مثلا إقامة مأتم أو شيء من هذا القبيل وإنما هذا حق للورثة عموما إذا زاد شيء من المبلغ فهذا حق للورثة ليس لأحد الحق في أن يتصرف فيه الأخت دانة من عمان بارك الله فيها تقول يا شيخ لنا ورث وهو بيت أخي الكبير يرفض أن نبيعه لأننا محتاجين حتى أننا ننام من دون أكل وهو ساكن معنا أختي دانة من عمان بارك الله فيك بالنسبة لما تركه الميت من أموال يعتبر تركة يوزع على قسمة القرآن فالله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين والسؤال لماذا أخوكي الآن يرفض بيع البيت أو توزيع التركة إذا كان والله يقول نحن إذا بيعنا البيت قيمة البيت قليلة سنجلس في الشارع مثلا قد يكون معه حق أما إذا كان لا قيمة البيت تسوى بحيث أنه لو بيع البيت وقسم عليكم ممكن أنتم تشتركون في شراء بيت جديد العجيب أنك ذكرتي بأنك ما تجدون أحيانا الطعام هو ساكن معكم يعني أما يشعر بهذا أما يشعر بالحاجة فأختي الفاضلة أنا أشعر في مشكلة معينة قد يكون لأخيك الحق مثلا في تأخير مسألة بيع البيت لأنه ما عندكم إلا هذا البيت الوالد ما ترك مثلا ما خلف لكم أموال أو نقود مثلا خلف هذا البيت فقد يكون للأخ يعني رأي بأن بيع البيت خطر على والدته وخطر عليكم أو قد يكون مخطئ يعني أنتم الآن بيع البيت قد يباع بمبلغ كبير وتستفيدون منه جميعا وممكن تشترون بيت تشتركون فيه عموم الأختي الفاضلة مثل هذه القضايا يحرص على يعني إقناع يقنع الأخ الكبير هذا ويذكر بالله يخوف بالله ويقال لا تكن من الظالمين إذا كان فعلا ما عنده عذر في هذا المنار الاعتيبي من السعودية تقول أخوي حول لي فلوس وأرسلت لها مقطع صوتي قلت له والله العظيم ما أخذها وراحوا ورجع لي مقطع صوتي وحالوا بالله إنه ما يأخذها وتقول يعني ماذا أعمل أختي المنار من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في أخيك تأخذين هذا المبلغ وتكفرين عن يمينك وذلك بإطعام عشرة مساكين عشرة مساكين لأن أنت حلفت على أخيك وهو حلف عليك وبرّا بقسمه وتقديرا لمساعدته وما دام الحمد لله يعني ما يكون هناك منه عليه يعني عليك له تأخذين المبلغ هذا برّا قسم أخوك وتفرحينه وتدخلين السرور عليه وأطعمي عشرة مساكين إذا كنت قادرة وإذا كنت عاجز عن الإطعام تنتقلين إلى صيام ثلاثة أيام أم محمد من عمان تسأل تقول أنا أحيانا أنسى قراءة السورة القصيرة بعد الفاتحة سهوا مني في الركعة الثانية هل تكون صلاتي صحيحة؟ أم محمد من عمان بارك الله فيك أولا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة في الصلاة سنة وليس بفريضة ولذلك لو تعمد الإنسان عدم قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة ما عليك شيء صلاة صحيحة لكن ينقص من أجر الصلاة على قدر نقصان السنة كما ينص على هذا أهل العلم وبالنسبة لك ما عليك شيء ما عليك شيء لكن مدام أنت نسيت القراءة نسيانا ما عليك شيء ولله الحمد والمن عبد الله من سوريا يقول بالنسبة لوضوء العائن للمعيون كيف يستخدم هذا الماء وقد نزل فيه البلغة من الأنف والفم مثلا بالنسبة للمضمضة والاستنثار عبد الله بارك الله فيك أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العين حق وجاء أيضا في لفظه وإذا استغسلتم فاغسلوا والمعنى إذا طلب منكم الاغتسال أو الوضوء لأجل المعيون تبادرون وجوبا وحصل هذا عمليا في قصة سهل بن حنيف رضي الله عنه حينما نزل يغتسل فرآه أحد الصحابة فقال ولا جلد مخبأة فلبط في الماء أو لبط في الماء فأنقذه الناس وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال من تتهمون قالوا فلان فأمره أن يتوضى طبعا تغيض عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك يقول اللهم بارك على العموم أمره بأن يتوضى والمعنى الوضوء ليس الوضوء الكامل المجتمل على المضمضة والاستنشاق لا وإنما لو غسل وجهه ويديه يكفي لو غسل وجهه ويديه يكفي هذا لكن لو توضى وضوء كامل أفضل من دون مضمضة والاستنشاق ما يلزم أنه يتمضمض ويستنشاق أو إذا تمضمض ما يلزم أنه يتغرغر يدير الماء في فمه ويلقي في العناء ما يلزم أنه يستنشاق فبعض الناس قد يفهم هذا الوضوء الكامل لا الوضوء الكامل للصلاة هذا بغرض أن يكون الماء الذي نزل قد مس جلد العائن أو يعني انفصل عن العائن وأيضا داخلة الإزار مثلا الفانيلة ويعصرها فانيلة يرميها يعني يغسلها بالماء ويعصرها في العناء يصب على رأسه من خلف ومن الأعلى وإن شاء الله بإذن الله هذا أسرع علاج بالنسبة للمعيون فلا تفهم يا أخي الفاضل عبد الله أنه والله المضمضة واستنشاق واستنثار وبلغم وشيوة لا لا هذا ما أحد يقول به لما يغسل وجه ويديه ولو غسل رجليه ما فيه بأس لأنه ما يشربه العائن لأنه ما يصب عليه صب بارك الله بك لكن لو اكتفى مثلا بغسل وجه واليدين يعني حقق ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم حمد من قطر تقول زوجي طلق على أن لا يأخذ مبلغ من المال وكل شهر أخذ بدلا عنه هل يحق لي أخذ المبلغ مع العلم أني بعض الأوقات أصرف منه على المنزل أم حمد اللي أنا فهمت من سؤالك أن زوجك حلف على شخص قال بالطلاق أنه ما يأخذ هذا المال تقولين أنا بديت أخذ المال هل عليك شيء؟ ما عليك شيء الشيء على زوجك لو أخذ هذا المال هل يقع الطلاق أم لا؟ الجمول يقولون يقع بعض العلماء يقولون أن هذا راجع إلى نيته نيته التطليق ولا نيته المنع أن أحد يجيب لشيء إذا كان التطليق يقع الطلاق إذا كان المنع أنه ما أحد يجيب لشيء وقصده أنه ما يقصد أن يطلقه معياله وأنه ما أراد أن يمنع مثل هذا فعبر بالطلاق هذا يمين عليك فارة يمين بارك الله فيك أم عدي من الأردن تقول عندي ولد وحيد على أربعة أخوات عمره ثلاثين سنة كتب كتابه على فتاقة بالعام ونصف دفع المهر لكن علينا دين والراتب لا يكاد يسد الحاجة عموما سؤال الأخطة أم عدي تقول يعني الآن الرجل متعلق بالفتاة وأهل الفتاة ضغطين عليه لإتمام الزواج تقول ممكن يأخذ قرض ربوي أختي أم عدي بارك الله فيك ويسر الله زواج ابنك وجمعه مع زوجته على خير ويسر الله أمرهما الجواب لا ما يجوز يا أختي الفاضلة لابنك أن يأخذ قرض ربويا ليبدأ مشروع الزواج بمثل هذا الحرام كيف الآن زوج يبدأ مشروع زواجه بمثل يعني هذه الطريقة فقلي له يمتنع على أهل الفتاة أن يصبروا على زوج ابنتهم يتقوا الله الله عز وجل قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسا في قضايا الديون والقاعدة عام الناس لا بد أن يصبر بعضهم على بعض أن ييسر بعضهم على بعض إذا كانوا والله جادين يخففون من المهار يخففون من التكاليف يقولون والله خلي الزواج اجعل الزواج عائلي بدل ما تحطه في فندق ولا صالة ولا شيء خلي بين الأسرتين بس أعتقد ابنك قادر إن شاء الله ولو اقترض ابنك قادر حسن مثلا زميل له في الوظيفة أو طلب من العمل أن يقدموا له راتب راتبين أعتقد بأن هذا حل قصدي يا أخت الفاضلة أم عدي الإنسان إذا فكر بشيء ما يجوز انغلقت بقية الحلول لكن إذا ابتعد عن الحرام وترك هذا الشيء صدقيني الله عز وجل يسل له شوف أبواب كثيرة جدا تفتح أمامه وهي حلال ومباحة ولله الحمد والمن علي من المغرب يقول زوجتي تطلب مني الطلاق لأني مرة تفاجأت لما رأيتها لأول مرة تخرج من دون نقاب وبلباس طويل لكن ضيق جدا أو ضيق قليلا من شدة غضبي نزقتها في ظهرها وقلت لها ادخل البيت طلبت الطلاق متبررة بتلك الدفعة الخفيفة بأصبعي فهل أنا مذنب وهل لها أن تطلب الطلاق علما بأن لدينا طفلين علي من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف يقول جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وبالنسبة للزوج والزوج يتعاشران بالمعروف ويصبر بعضهما على بعض وكونك دفعتها يعني أصبوعك بموقف رأيته ما أعجبك ما يسوّغ لها أن تطلب الطلاق وحرام عليها ذلك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أي ممرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فإذا كانت الزوجة تطلب الطلاق لهذا الموقع وليس لمجموعة مواقف ما يجوز حرام عليها هل تريد أن تحرم من الجنة يعني بعض الأزواج الآن ربما يعتدي على زوجته اعتداء خطير ومع ذلك الزوجة تسامح وتغفر له وتصفح وهو يعتذر ويحصل بعض الأزواج أيضا يحصل اعتداء من الزوجة ويسامحها وتستمر الحياة فزوجتك يجب عليها أن تتق الله وأن لا تترك للشيطان مجال ويدمر حياتها ويدمر أسرتها ويشتت أولادها ويبعدها عن زوجها خطأ حصل الله عز وجل الناس يشركون بالله يشركون بالله وإذا تابوا تاب الله عز وجل عليه فأنت يا أخي الفاضل قدم اعتذار لزوجك كله آسف وحصل مني غيره وما كان يجب عليك أن تخرجي من هذه الطريقة مثلا وتنتهي المشكلة أما أنها تطلقها لا لا تطلقها ولا تستجيب لطلبها وعليها هي أن تتق الله أم أحمد من اليمن تقول أنا نذرت نذر وأنا كنت صغيرة والآن تذكرت هذا النذر صيام وتقول صمت ثلاث أيام ماذا عليه أختي أم أحمد من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للصغير إذا نذر لا ينعقد نذره ما دام أنه دون البلوغ فأي ولد سواء كان ذكر أو أنثى نذر قبل البلوغ ما ينعقد النذر وليس عليه شيء أنت تقولين صمت ثلاث أيام هذه سنة صمت ثلاث أيام تقرب إلى الله هذا تطوع بارك الله فيك أبو عبد الرحمن من السنغال يقول أنا مقيم في الإمارات يذكر بأن إمرأة تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها وهو مفتلى بشرب الكحول منذ زمن بعيد وأصبح يؤثر عليها تأثيرا بالغا ويتعرض لحواب السير ويغيب عن البيت وتظهر منه السلوكية الغير طبيعية المرأة خائفة على أولادها زوجها حسب ما تقول بأنه تأثر بوالده منذ صغره في شرب الكحول وأصبح والآخر يتناولها وله ولد وبنت جاوز سن التمييز الزوج يرفض أن يتعالج بجدية تقترح عليه المرأة تسأل تقول هل يجوز أن تمتنع عن الحمل بالوسائل المعروفة هل يجوز أن تطلب الطلاق إلى آخر ما ذكر في رسالته الطويلة أبو عبد الرحمن من السنغال تقول بأنك مقيم هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة تسأل عن إمرأة في أمريكا زوجها يعاقر الخمرة ومدمن على الكحول ويتسبب لها بمشاكل سواء مشاكل على نفسه أو مشاكل على زوجته ورافض العلاج تسأل هل يجوز لها أن تمتنع عن الحمل وتطلب الطلاق الجواب نعم يجوز لها بل قد يتأكد عليها أن تمتنع عن الحمل في هذه الفترة حتى يتوب إلى الله وأن يعود إلى رشده وإذا والله وصلت إلى مرحلة من الخوف على نفسها وعلى أولاده نعم يجوز أن تطلب الطلاق لأن طلبها الطلاق لوجود مشكلة لوجود خطر على حياتها وعلى أولادها هذا ليس من مثل ما يعني بعض النساء تطلب الطلاق من دون سبب هذه اللي حرام عليها رائحة الجنة أما هذه المرأة نعم يجوز لها ولكن تمهي لزوجها تعطي فرصة وتمتن عنه تهجره وتبتعد عنه لا تمكنه من نفسها وتقول حتى تتوب حتى تتنظف من هذه السموم وشيء من هذا القبيل إذا والله رأت فيه تغير رجوع إلى الله عز وجل ترجع لي ويحرص هو على أن يختار الرفق الصالح الطيبة تردد على بيوت الله يشهد الجمعة والجماعة أما إذا أصر على هذا فلها الحق الكامل الشريعة كفلت لهذا الأمر وليس عليها ذنب بارك الله فيك أم عبد الباصط من ليبيا تقول مشكلتي مع أم زوجي تعاملني معاملة سيئة تختلق مشاكل دائما تسمع القيل والقال تتهمني بتغيير ابنها عليها علما بأنني أحترمها وأساعدها وتجبرني على القطيع رغم أني لا أريد يعني هذا تبلت علي جعلتني أحزن حتى مرت بسببها لأن في كل ليلة أشعر بالضيق بماذا تنصحني أم عبد الباصط بارك الله فيك من ليبيا لا شك بأن هذا نوع من أنواع الإبتلاء الذي يبتل به الإنسان في هذه الدنيا فالله تعالى يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فأكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون الأمر الثاني أخت الفاضل احرصي على يعني أن تبتعد عن الأشياء التي تستفز والدة زوجك وتثير هذه المرأة عليك واحرصي على إكرامها وإغراقها بعطفك وبحنانك لأن من الناس من يتأثر بمثل هذا ومن الناس والعياذ بالله قلبه كصخرة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لكن بعض البشر قلبه أشد من الحجارة وش ما سويت معه من معروف ومن خير يبقى قلبه أشد من الحجارة نسأل الله العافية لكن أنت أغرقيها بعطفك بحنانك افتحي عليها يعني من أفضالك الشيء الذي لعلك لعلك تأسرينها بمثل هذا والله إذا المرأة مصر على الشر والعياذ بالله وأنت ليس لك موقف سلبي معها ولم تغيري ابنها عليها يجب على زوجك أن يخرجك في بيت مستقل هذا حقك الشرعي يجب يجب وهذا أسلم لزوجك قبل أن يكون أسلم لك لأنه بمثل هذه الحالة سيخسر الزوج أكثر من طرف الطرف الأول أنت ربما يقود الأمر إلى الطلاق الطرف الثاني والدتك حتى لو بقي معها سيحمل في نفسه شيء على والدته لأنه تسببت الشيء الآخر يخسر كل من هو في داخل البيت اللي ما وقف معه مثلاً سباب كثيرة صلى الله العافية والسلام وعلى هذه المرأة أن تتق الله وأن تخاف الله سبحانه وتعالى وأسألها سؤال هل ترضى على ابنتها التي زوجتها إن كان عندها ابنة ابنة مزوجة أن تتعامل أم زوج ابنتها بمثل ما تتعامل هي معك والله ما ترضى والله ما ترضى طيب لماذا رضيت عليك أما تخشى أما تخاف أن الله تعالى يسلط عليها من يفرق بينها وبين من تحب أما تخاف أما تخشى أن الله تعالى ربما يسلط عليها أولادها يعقونها أما تخشى أما تخاف الله عز وجل أن يسلط الله عز وجل من لا يرحمها وربما يفرق بينها وبين زوجها وبينها وبين إخوانها وأخواتها هذه عقوبات معجلة البغي هذا والعياذ بالله من العقوبات من البغي عقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل الله في العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخر عن العذاب من البغي و قطعة الرحم هذا البهتان والبغي والظلم والتسلط والتعسف والفرعونية التي يتعامل بها بعض الناس سواء كانت امرأة أو رجل على مثل على مثل زوجات الأبناء هذا ظلم اتقوا الله خافوا الله عز وجل يعني هذه المرأة لما راحت تخطب البنت راحت تقول لأهل البنت عين اغطاء و عين فراش و وضعت الشمس في يمين أهل الزوجة والقمر في يساره و حتى أهل الزوجة فرحوا لما بدت الحياة الزوجية انقلبت والعيادة بالله و العجيب سبحان الله العظيم بعض النساء و هذا منعجب العجب الآن ابنها ابنها لو مثلا شافت ابنها يحب زوجتي و يخدم يعني يقدم مثلا شيء اتهمت بأنها خروف تقول هذا ابني خروف ابني ضعيف ابني كذا لكن زوج ابنتها لا اذا خدم ابنتها و رعاها و ما شاء الله تقولها رجال طيب ليش هذا رجال و زوجه و ابنك خروف مع زوجتي لما يقيم حقوق الله و حدود الله عز وجل اعتقوا الله و خافوا الله هذا هذا ميزان ظالم الكفة راجحة هنا زوج ابنتك اللي ما سمعك يوم الأيام شيء تثنين عليه و تقول ابنتك تمدح و تثني عليه و تقول والله رجال و ابنك لما يتعامل مع زوجتي يمكن بأقل مما يتعامل زوج ابنتك تقول ابنك صار خروف ابنك صار كذا و ابنك ضعيف شخصية أمام زوجته سبحان الله العظيم ما هذا الميزان اللي اللي تتعاملون فيه مع الناس شكاوى كثيرة والله تأتينا شيء يدمي القلب لذلك من الحلول من الحلول الزوج يستقل مع زوجتي في بيت و يصل أهله و لله الحمد و هذا أكثر أنا بالتجربة في حل مشاكل بعض الناس وجدت هذا سبحان الله العظيم أكثر في صلة الرحم لأن وجود الأم طبعا ليس كل الأمهات في أمهات اللهم بارك ذهب في أمهات والله تيجان على الرؤوس في أمهات مباركات سبحان الله يعني بعض الزوجات تقول والله أن أم زوجي أفضل عندي من أمي والله الذي لا إله إلاه بعض الزوجات يقولن لي أم زوجي عندي أفضل من أمي اللي جابتني إن أنا مباركة لكن في أمهات و للأسف لا لذلك الحل السليم أن الولد يخرج في بيت مستقل و هذا أوتق للصلاة الرحم خلاص مدام نشب خلاف وأصبح هناك الأم ما ترغب ولا تحب أن ترى صورة زوجة ابنها والزوجة كذلك والزوجة أنا أتكلم عن الزوجات البريئات أنا أعلم بعض الناس يقول طيب في زوجات يعني يشاغبنا و يحرصنا على أن يخرجنا من البيت والأم طيبة لا هذه أيضا تعاقب هذه صدقوني أنها تعاقب وسيأتي اليوم اللي الله عز وجل نزل عليها العقوب و يمكن يفرق بينها و بين زوجة في لحظة و في وقت تكون بأمس الحاجة إلى زوجة أنا أتكلم عن مشكلة خاصة فلا يقول بعض الناس يقول طيب بعض الزوجات للأسف يعني هي التي تعتدي على أم الزوج موجود 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 لكن أنا عندي قضية خاصة لها و لذلك خروج الشخص من البيت و استقلالية في بيت والله هذا مما يوثق الصلة في الغالب صلة الرحم و التحابب و التوادد لأنه في مشكلة الجو ساخن بوجود طرفين بينهم مشكلة بارك الله في الجميع أم سالم من الرياض بارك الله فيها تقول اشتركت مع وحدة في مشروع استأجرنا المحل أنا صفنا الإيجار جيت أسافر أجيب بضاعة قالت ادفعي من عندك و أنا و إذا بعنا يعني تأخذينها سافرت و جلت بضاعة و تعبت و نقصت علي فلوس تسلفتها من أختي رجعت إلى السعودية فاجأتني قالت لي قبلي المحل و أعطيني حقي هي سحبت نفسها مع العلم يا شيخ جلست خمس شهور هي جلست خمس شهور تركض وراي تبقى تشاركني و قلت لها أنا ما أثق فيك أخاف فجأة تنسح بين قالت لا لا يمكن أن سحب المهم يا شيخنا تقول فجأة قالت قبلي المحل يعني عرضيه للبيع المحل أصلا تونا بادين ما بدينا بالبيع ما خلصت الديكورات كلمت صاحب المحل قلت لها الشريكة يعني انسحبت و أنا ما أقدر على الإيجار قال أصلا ما بقي من الإيجار إلا مبلغ بسيط أخذت المبلغ و كان أربعين ألف فقط جلست طالبني بعشرين ألف إلى هذا اليوم مع العلم أن هي التي انسحبت إلى آخر ما ذكرت و هي تقول عاهدتني و ذكرت قصة طويلة أختهم سالم من الرياض هذه خصومة هذه خصومة لا بد أن نسمع الطرفين و أنا هنا لست في مقام القضاء أنا لست في مقام القضاء فأنت إذا كنت يعني تشعرين بالظلم وقع عليك إلجأي للمحكمة ما فيها شيء إلجأي للمحكمة و أعرضي قضيتك على القاضي و يطربها و يسألها و يطربك و يسألك هذه المسألة خصومة أما فتوى أنا سأتكلم بناء على ما ذكرت أنت فإذا كانت هذه المرأة ركضت وراك شهور و قالت لك نباني تشارك و قالت لك ادفعي من جيبك و بعدين تأخذينه منه بعد ما نبيع و قلت إلى أنا خافت انسحبين ما أتقفي قالت لك أبدا و شيء من هذا القبيل و انسحبت لا لسبب لا شك بأن هذا تأكل مال بالباطل و حرام عليه هذا الشيء لا يجوز لها و حرام عليها الآن ورطتك و وصلتك إلى مرحلة استلفت من أختك و تورطت في هذا المحل و الآن تريدين إغلاقها و الأجرات و الشيء من هذا القبيل حرام عليه و لا يجوز له و يحرم عليه ريال واحد هذه فتوى بناء على ما ذكرت هي عندها عذر عندها سبب في شرط بينك و بينه أنت ما ذكرته هذا عند القاضي عند القاضي هذه خصومة بارك الله فيك و القاضي لا بد يسمع الطرفين أما صورة المسألة كفتوى لا ما يجوز هذا حرام و هذا موجود لأسف كثير يعني بعض الناس الآن يدخلون في شراكة مع آخرين و بعدين مثل ما يقولون يعني دخل البحر ثم قال له يعني دبر نفسك دبر عمرك تصرف و هذا غلط هذا غلط و لا شك بأن هذه خديعة و غش النبي عليه الصلاة و السلام يقول التجار هم الفجار إلا من بره و صدق من بره و صدق و لذلك هي لا تأكل المال الحرام تتق الله وتخاف الله عز وجل وتحسن إليك الأخت أم عمار من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول ما حكم أخذ الراتب من غير ذهابي إلى جهة العمل بموافقة المدير إلى آخر ما ذكرت أختي أم عمار من ليبيا بارك الله فيك تسألين عن العمل وأخذ الراتب من دون عمل فعلي هذا يختلف باختلاف الحال فإذا كان والله الدولة تسمح بهذا لظروف معينة و تقول بأن يعني مثلا املأوا الفراغات و وظفوا و كذا و ما في عمل واقعي بعلم الدولة و برضى الدولة ما في هذا الشيء ما في هذا التبرع من الدولة هذا التبرع من الدولة قد يكون عندها ترتيبات معينة أما إذا كانت الدولة تقول لهذه الجهة لا بد من يعني توظيف المواطنين لا بد من مثلا نسبة معينة من التوظيف بكذا و كذا و قامت الإدارة بغش الدولة فدفعت رواتب و يعني حصرت أسماء قدمتها للدولة على أن هؤلاء موظفهم والواقع خلاف ذلك هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا الراتب لأن هذا من باب الإعانة على الإثم و العيادة بالله فمن أي الفريقين أنت الآن وضحت الصورة فإذا كنت من الأول ما فيش إذا كنت من الثاني لا ما يجوز الأخ عبد الله من سوريا بارك الله يسأل يقول بأن يريد حل وسواس الوضوء و خروج الريح يقول أكون بشكل طبيعي لكن عندما أذهب للوضوء و للصلاة يكون هناك قرقرة في أسفل الدبر و شيء من هذا القبيل عبد الله بارك الله فيك من سوريا بالنسبة للمسلم يجب عليه أن لا يرضى بالوسواس و أن يكافح الوسواس و أن يعالج الوساوس و أن يبتعد عن الوساوس و علاج هذا يا أخ الفاضل يكون أولا بالرقية الشرعية الرقية الشرعية مهمة يا أخواني و أخواتي و بالتجربة أغلب الموسوسين و لله الحمد أن عتقوا عن الوسوسة و شفوا و عافاهم الله عز وجل فاحرصوا على الرقية الشرعية الأمر الثاني طلب العلم الشرعي طلب العلم الشرعي يا أخواني يكنس هذه الوساوس كنس و يزيلها و لا يبقى منها شيء فالإنسان لما يقرأ في أحاديث النبي عليه الصلاة و السلام و شوف كيف كان يتعامل في صلواته في وضوءه في غسله شوف الصحابة رضي الله عنهم يزداد علم و لذلك الشيطان يتسلط على على من لا علم لهم الأمر الآخر يا أخي الفاضل ابن الأشياء على اليقين القرقرة في أسفل الدبر هذه لا تنتقض لا ينقض الوضوء و لا في البطن قد سئل النبي عليه الصلاة و السلام الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني في بطنه هل ينصرف قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريح حتى يسمع صوتا أو يجد ريح في نصيهة أخرى يا عبد الله بارك الله فيك أن تكسر الحاجز هذا و ذلك بمعصية الشيطان بمعاندة الشيطان أن توضعت وضوه كامل خرجت قال لك الشيطان لا أنت كذا لا ترجع إن رجعت أطعت الشيطان و إن استمريت كنت على الطريق الصحيح رحت صليت على طول الآن أنت في الصلاة قرقلت بطنك يعني فيه شيء ما خرج شيء لا تنصرف انصرافك طاع للشيطان انصرافك بقاءك في هذه الوسوسة و في هذا المعترك و لذلك أخي الفاضل هذا يسمى يعني دفع الوسوسة بمسألة اليقين أنك تبني أشياءك على اليقين بارك الله فيك ساجدة من ليبيا بارك الله فيها تقول يعني عندي طبعا هي ذكرت بأن كان عندها مشكلة و الحمد لله تقول يعني شاهدت البرنامج و بدأت الحمد لله أتابع البرنامج تقول بأن كانت تشاجرت أنا وأمي بسبب امرأة امرأة أخي و جاء يعني و ذكرت القصة تقول الآن الحمد لله عرفت خطورة عقوق الوالدين تريد نصيحة في مثل هذا الأمر أختي ساجدة من ليبيا بارك الله فيك الحمد لله الذي فتح عليك و الحمد لله الذي بصرك و قد يكون أراد الله بك خيرا حينما جلستي أمام التلفاز و رأيت البرنامج و استمعت إلى جواب مثلا يتعلق بمشكلتك ترى هذه نعم من نعم الله فأحيانا الله عز وجل يهدي عبده لموقف من المواقف حتى يستفيد في حياته عقوق الأمهات من كبائر الذنوب من عظائم الآثام و من أشد الخطايا الله عز وجل أمر ببر الوالدين و نهى عن عقوق الوالدين قل جل وعلا و عبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و بالوالدين إحسانا قل جل وعلا و قبها ربك ألا تعبدوا إلا إياه و بالوالدين إحسانا و وص الله تعالى بالوالدين إحسانا كثيرا دائما تأتي مفردة الإحسان إحسانا كل هذه مع الوالدين و وصينا الإنسان بوالده إحسانا و وصينا الإنسان بوالده حسنا حسنا إحسان الإحسان إلى الوالدين بجميع صور الإحسان جميع صور الإحسان و النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل و قال و كثرت السؤال و جاء في الله و عقوق الأمهات عقوق الأمهات فالعقوق هذا و العدو بالله ذنب يعني خطير و شؤم على الإنسان في الدنيا و عذاب يوم القيام فاختي الفاضلة بارك الله ذلك ارجعي لوالدتك اعتذري منها تسامحي منها احرصي على برها الإحسان إليها بجميع صور الإحسان الله عز وجل يقول و لا تقل لهم فلا تقل لهم أف أف هذه عقوق أف هذه عقوق ذلك الوالدة هذه منزلتها كبيرة و مكانتها عظيمة الله عز وجل يقول و إن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم و صاحبهما في الدنيا معروفة و اتبع سبيل من أنابئ لي حتى لو كان كافرين هذا ما يسوق للإنسان أن يترك بالرهمة ما يسوق للإنسان أن يترك بالرهمة تبرين والدتك و تحسنين إليها و تستغفرين عما مضى و تطربين رضاها و لها ارضي عني هذا أهم شيء لا بد أن تقتلع الوالدة ما حصل في نفسها تجاهك لأن إذا بقي شيء فأنت على خطر و لذلك إن شاء الله الوالدة يعني تعود إلى حالتها الأولية و الطبيعية و إن شاء الله إذا رأت منك إحسانا و رأت منك برا ستعفو عنك و تغفر لك بإذن الله سبحانه و تعالى و أعلمي يا أخت الفاضلة بأن البر هذا فيه بركات يعني كثيرة جدا الله عز وجل يدخل البركة على أهل البيت حتى و إن كان عندهم تقصير و عندهم معاصي بسبب البر بر الوالدين و صلة الرحم هذا من نعم اللي عز وجل هذا يدلنا على مكانة يعني الرحم في الإسلام و على مكانة بر الوالدين في الشريعة سعاد من اليمن تقول أنا أعمل مع شريحة المعاقين و مكتب الزكاة طلب كشوفات بأسماء المعاقين هل يصح لي أن أضم اسمي مع المعاقين أو لا و أنا لست معاق سعاد من اليمن بارك الله فيك لا يجوز لك و يحرم عليك أن تضع اسمك ضمن كشوف المعاقين لأخذ الزكاة خاصة و أنك موظفة و لله الحمد تتقاضينا راتبا فلا يجوز لك و يحرم عليك و قد عفاك الله عز وجل و أنت ذكرت بأنك و لله الحمد يعني لست معاق لست معاق أنت في نعمة عظيمة كيف الآن ترضين بأن يعني تذكري اسمك مع المعاقين و تأخذين الزكاة و الزكاة لا تحلك لا تحلك الزكاة فاتق الله يا أختي الفاضلة و لا تأكلين حراما و لا سحتا انتبهي و تذكري المعاقين في الكشف الذين عندك فقط و لا يجوز أن تضي في نفسك و لا غيرك من غير المعاقين بارك الله فيك أمت الله من الإمارات ما تقول أنا يعني معقود قراني على شاب أشعر بأن هذا الشاب بخيل بل متأكد من هذا الشيء و هو طالبني أن أشاركه راتبي بعد الزواج هو على خلق حسن لكنه بخيل جدا يبرر هذا بأنه حرص و أنا تربيت في بيت كريم ماذا تنصحني أختي أمت الله من الإمارات بارك الله فيك بالنسبة لي الزوج المرغوب فيه ما اجتمل على وصفين الدين والخلق النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه و خلق مع أن الخلق من الدين دينه و خلق فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض و فساد عريض ولذلك الأخلاق من الدين لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها للتأكيد عليه فقد يكون الشخص مصلي قد يكون الشخص ممن يحفظ القرآن قد يكون الشخص من أصحاب الصفوف الأولى لكنه بخيل يفتقد إلى صفة الكرم إلى خلق الكرم و ليس هناك أدوأ أكثر داء من البخل وهل داء أدوأ من البخل و لذلك أنا نصحت كثير حقيقة عدم تزويج البخيل لأن المرأة ستعيش جحيم مع هذا البخيل و قصص كثيرة جدا و أسئلة وردتنا أن امرأة رضيت بدين الرجل لكنها عاشت عذابا و جحيما مع هذا الرجل بسبب بخله بسبب تقتيره و ليس الحرص حرص الإنسان على ترتيب وضعه المادي هذا مما أكدت عليه شرية لكن أن يبخل و لا ينفق على زوجته و لا يأتي بالضروريات و لا بالحاجة أو يأتي بها بصعوبة أنا أعتقد بأن المرأة ستعيش جحيم و حياة صعبة جدا و عمو من أخت الفاضلة راجعي نفسك استشيري أبويكي استشيري من تثقين به أخري الزواج حتى تكتشفين الحالة اللي عليها الزوج إذا كان والله عنده هو يعني متدين الحمد لله لكن عنده ترتيب يعني ما يحب الإسراف ما يحب التبذير هذا نعمة من نعم الله أما إذا كان رجل متدين لكن عنده خلق البخل و العياد بالله هذا ما يزوج بارك الله فيكي والأمر لكي بعض الناس تقول أنا راضية أنا أهم شيء عندي دينة أخلاقها كيف أنا عندي راتبي قصدي أخلاق البخل أنا قصدي خلق البخل تقول أنا عندي راتبي عندي فلوسي الحمد لله أنفق على نفسي هذا راجع للمرأة بارك الله فيكي أم حسين من الأردن تقول بالنسبة لسجدتي السهو هل يجب أن نقف لنسجد أم ونحن جالسين أم حسين من الأردن بارك الله فيك السجدتي السهو لا يلزم أن الإنسان يقف ما يلزم فأنتي تسجدين وأنتي جالسة والسجدتي السهو إما أن تكون قبل السلام أو بعد السلام قبل السلام وبعد السلام وفي كل الحالتين ما تقومين وإنما تجلسين وأنت جالسة تسجدين وأنت جالسة تسجدين لسه وأنت جالسة بارك الله فيك أبو يوسف من البحرين بارك الله فيه يقول الوالد الله يحفظها كبيرة في السن لديها أمراض مثل الزهايمر ليس لديها علم بما يدور حولها هل ممكن التبرع من أموالها للصدقة وأعمال الخير بإسمها وهل ممكن إخراج زكاة المال من أموالها أبو يوسف من البحرين بارك الله فيك وشف الله الوالد وختم لها بخير أخوي الفاضل الجواب على سؤالك يكون من شقين الشق الأول فيما يتعلق بالزكاة يجب عليكم أن تخرجوا زكاة مالها إذا حال الحول على هذا المال الذي قد بلغ النصاب لأن الزكاة واجبة في المال سواء كان صاحب المال عاقلا أو مجنونا أو طفلا صغيرا ذكر أو أنثى يجب إخراج الزكاة وهذا قول جماهير أهل العلم الزكاة واجب أما الصدقات فلا ما تتصدقون من أموالها ما تتصدقون لكن إذا قدر الله انتقلت إلى جوال ربها هنا يأتي دور الورثة في تقاسم الأموال إذا والله الورثة قالوا لا نحن نريد أن نصنع لوالدتنا مسجد مثلا أو نصنع لها وقف مثلا هذا عمل صالح فالثواب لها وأجر الصدق لكم الثواب ثواب الوقف هذا بيروح الأجر لها يعني الثواب لكم أجر الصدق بارك الله فيكم أبو أحمد من الإمارات بارك الله فيه يسأل يقول عندي إخوان وأخوات آذوني كثيرا ونمى مين وفيهم خبث علي وحقد وتأثير على أمي لمعاداتي وما في تواصل بينه وبينهم ما الحكم أبو أحمد بارك الله فيك من الإمارات أولا أخ الفاضل بالنسبة لصلة الرحم هذه عبادة من العبادات وقرب من القربات والشريعة عظمت مسألة الرحم وصلة الرحم ولذلك الله جل وعلا يقول والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل ويخشون ربه والنبي عليه الصلاة والسلام آمر بصلة الرحم حتى في بداية دعوته للناس كان يقول أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام حتى أن الناس لما سمعوا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا بأن يدعوا إلى الحق يدعوا إلى صلة الرحم والرحم أول ما خلقها الله عز وجل قامت بين يدي الرب جل وعلا فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال الله جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ولذلك الرحم تدعو تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيا أخوان ويا أخواتي يعني للأسف الشديد يعني أصبح هناك ظاهرة في الأزمان المتأخرة هذه كثرت قطيعة الرحم وكثرت الخلافات الأسرية وأنا والله ما أدري ما هو السبب يعني هل هناك مثلا أسباب مثلا معينة هل هناك مثلا والعياذ بالله اكتفاء بعض الناس مثلا بوظيفة أو شيء وكشف القناع عن نفسه فإذا وجه قبيح والعياذ بالله كانوا في يوم الأيام يحتاج بعضهم إلى بعض فلما اكتفى الإبن اكتفت البنت اكتفى الأخ اكتفت الأخت يعني كشفوا عن عن نفس قبيحة والعياذ بالله أنا ما أدري يعني الظاهرة هذه هذه المشاكة أصبحت ظاهرة أصبحت ظاهرة ولا بد حقيقة من الكلام فيها ولا بد من من علاجها أصبح كثير من الناس يعني من أسهل ما يمكن أن يخسر رحمه بل وصل الحال في بعض الأولاد يخسر أمه وأبيه ما عنده مشكلة يقاطع أمه يقاطع والده يقاطع مثلا أخوانه وخواته ما عنده أي مشكلة وما يدرك خطورة هذا الأمر ما يدرك خطورة هذا الأمر قاطع الرحم والعياذ بالله ملعون قاطع الرحم الجنة عليه حرام قاطع الرحم معرض نفسه للعقوبة هو جالس في صالة انتظار الآن ما يدري متى تنزل عليه العقوبة وما يدري ما نوع هذه العقوبة يعني بعض الناس وللأسف الشديد في أسر أشخاص جمادات من زوعة الشعور والعياذ بالله يعني من السهل جدا يخسر والديه يخسر إخوانه يخسر أخواته بأسهل التصرفات ما عنده مشكلة سبحان الله العظيم انتزعت المشاعر والرحمة من قلوب كثير من الأولاد وكثير من البنات ولذلك انتشرت هذه الظاهرة القبيحة في كثير من الأسر شف المقابل حث الشريعة على صلاة الرحيم على الصبر رجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله لي أرحم أو أقارب أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عنهم ويجهلون علي الله أكبر ما هذه الشخصية المليئة بالمشاعر المليئة بالحب المليئة بالصبر شخصية عظيمة ليش ما نأخذ هذا قدوة لماذا نأخذ القدوات السيئة منزوعة المشاعر يابسة المشاعر متصحرة المشاعر شخصيات وللأسف مادية أنانية ذاتية ما تعرف إلا نفسها ولا ترى إلا ذاتها شف هذا الرجل الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما تقول حتى إن النبي تشعر بأنه تعجب منه قال كأنما تسفهم المل الملك رمكم الله الرماد الحار كأنك تضع في وجوهما الرماد الحار ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك يعني الله معك يأيدك ويلق الرهبة والهيبة في صدور هؤلاء تجاهك ذلك شوف الأخ الفاضل عنده إخوان وإخوات يعني ما اكتفوا بالنميمة وما اكتفوا بكذا يحرضون الوالدة عليه يعني بأي ذنب ما الذي جناه ما الذي عمله صبحت الأسف والآن القطيع اللي موجودة وسامحوني أطلت مادية أنا ما في حدود ما أدري في حدود أنا أعيش مع المجتمع وأعرف مشاكل الناس ما أذكر جاني والله واحد قاطع مثلا أحد أرحامه لأنه مثلا يرتكب منكرات عظيمة غير لله أبدا كلها قيل وقال وتصفية حسابات وماديات والله ما زوجوا ابني ما زوجوا بنتي ما عزموني ما دعوني أبدا كلها دنيا كلها دنيا نسأل الله العافية والسلام يا أخوان اتقوا الله خافوا الله هذه مساء الغاية في الخطورة يعني لاحظ سبحان الله شؤم قطيعة الرحم قطيعة الرحم ليست هي فقط قطيعة الرحم بل مغناطيس تجمع أغلب الخطايا والذنوب والمعاص قطيعة الرحم مع أنها ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب وصاحبها مستحق اللعنة من الله عز وجل فيها غيبة هذه واحد يغتابون بعض نميمة تحريض مثل ما يفعل هؤلاء مع أخيهم نميمة وفساد استهزاء 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 سخرية سخرية أيضا يجر على اللعنة على الأولاد نسأل الله العافية والسلام يعني شجرة قطيعة الرحم الملعونة شوكها شوك أغصانها يذهب إلى إلى الأولاد تجد بعض هؤلاء يزعل على ابنه ويغضب عليه ليش كلمت عمك وليش كلمت عمتك وقاطع فلان وقاطع فلان شوف سبحان الله شؤم قطيعة الرحم كيف تتسع دائرة قطيعة الرحم الأمر الآخر الحقد والعياذ بالله المؤمن بريء المؤمن نظيف المؤمن طيب القلب المؤمن أليف لا حقد وكراهية نسأل الله العافية ويعيش الإنسان أزمة في حياته هذه أحوال أحوال هؤلاء الذين يقطعون أرحام فلماذا لا نضع النماذج الإيمانية من الصحابة وهؤلاء الكبار نضعها نماذج نقتدي بها لماذا نسلك هذه المسالك الشيطانية ولماذا نرضى بأن الشيطان هو الذي يقودنا فيا أخي الفاضل بارك الله فيك أنا أنصحك بأن تتسامى وأن تترفع عن مثل هذا أحسن إلى إخوانك وأخواتك احرص على والدتك لأنه هي رأس مالك والدتك هي رأس المال اخبرها و اقنعها بأنك ما يصدر منك إلا الخير إخوانك قل لهم الله يغفر لنا ولكم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح سوي لهم هدية سلهم صدقة لا تتعامل معهم من نفس المنطق اللي هم يتعاملون معك لا تهبط من سماء أخلاقك إلى هذا الإسفاف والحضيض هذا الذي يعيشه كثير من الأرحام عيشوا يا أخواني سلام عيشوا سلام عالمي النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالسلام جاء بالمحبة حرصوا على التآلف أصبروا على بعض يعني من الذي بريء من الأخطاء من الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسن فقط ما فيه كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون سبحان الله العظيم لاحظت بعض الناس يسامح صديق أو زميلة في العمل إذا أخطأ في حق لكن يستضعف أخته ويستضعف بعض أخوانه ليش؟ لأنه قادر عليهم ويروح يتجمل أمام الناس يظهر أمام الناس بأنه والله يعني متسامح وإنسان راقي وعلى ذوق لكن مع أخوانه وخواته أبدا والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلام لأنه قادر عليهم عنده القدرة على ظلمهم وعلى قهرهم وعلى سحقهم ويبقى والعياذ بالله يعيش هذه الحيال الساخنة الساخنة التي هي ترضي الشيطان عافان الله وإياكم أصدر الله تعالى أن يهدي ظال المسلم والله أنا أتألم كثيرا من الأسئلة التي تأتيني من المشاكل التي نعالجها في المجتمع ندخل في صلح هنا وصلح هناك شيء مؤلم على أشياء تافهة والله ما تستاهل أن الإنسان يغضب لأجلها فضلا عن يقاطع والديه يقاطع أخوانه وأخواته يقاطع أعمامه وأخواله أو عما تخالاته شؤمن القطيعة هذا عظيم لا يقف عند حد لا يقف عند فقط التدابر بل إن دائرته واسعة جدا ولذلك يا أخي الفاضل أصبر عليهم إذا الإنسان يعني تعامل من نفس المبدأ متى يصطلح الناس أترك لهم خط للرجعة أترك لهم الباب مفتوح أحسن إليهم ادعو لهم في صلاتك لا تستهم بالدعاء الدعاء شأنه عظيم وقال لربكم ادعوني أستجب لكم أسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يهدي أظال المسلمين أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين أسأل الله تعالى أن يسرح ذات بينهم أسأل الله تعالى أن يهديهم سبل أسهل أبو خليفة من أبو ظبي يقول رأيت في المنام جبريل عليه السلام يفتيني في مسألة شرعية رئيسي عامة أختلف فيها المسلمون هل ألتزم بتطبيقها أخوي أبو خليفة من أبو ظبي بارك الله فيك إذا رأى الإنسان في منامه ملكا أو جبريل مثل عليه السلام أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أفتيتك بهذا المسألة فينظر فإذا كانت المسألة من الواجبات مثلا قال له جبريل أفتيتك بأن صلاة الجماعة واجبة مثلا هذا ما يحتاج يعني إلى أن يعمل بها لأجل الرؤية وإنما لأن أصلا فيها أدلة لا يجوز الفعل الفلاني يجب الفعل الفلاني وهي من الواجبات أو من المحرمات هذا من باب فقط يعني من باب يعني الإنسان يأخذ بالأمر الأول اللي الله عز وجل أنزله في كتابه وبعث به نبيه والرؤية هذه قد تكون من باب فقط يعني الإناس لك الأمر الثاني إذا كانت المسألة في تحليل شيء محرم أو تحريم شيء حلال فلا يجوز ويحرم وهذا لا يمكن أن يكون جبريل ولا يمكن أن يكون ملك ولا يمكن أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال لك أحللت لك هذا الحرام مثلا فأفعله ما يجوز لك هذا الشيطان الذي جاءك في المنام بإسم جبريل إذا قال لك والله أنا خصصتك يا أبا خليفة بمثلا عدم صوم رمضان مثلا أنا أذكر لك مثلا ما يجوز هذا الشيطان أو أذنت لك بأن تتزوج من دون ولي مثلا لا تطيعه هذا الشيطان المسألة الأخرى الثالثة إذا كان والله في مسألة خلافية والخلافية قوي والأدلة متكافئة الأدلة متكافئة وأنت باحث تبحث في هذه المسألة زين والأدلة متكافئة بين الفريقي وأنت اجتهت وبحثت واستعملت أدوات الاجتهاد والبحث والبحث واستقرأت المسألة ولكن سبحان الله ما وصلت إلى نتيجة فرأيت مثلا بصورته الموصوفة في الشمائل المحمدية أو تقول جاءني جبريل فقال لك القول الراجح هذا من باب الاستئناس تستأنس بهذا تستأنس حتى تراجع المسألة وتنظر فيها فقد توفق إلى القول الراجح من خلال ما رأيت من هذه الرؤية هذا والتفصيل بارك الله فيك فاطمة من المغرب تقول أعطيت أخي قرض مدة سنتين لكن هو ما طل علي أو في السداد وقال ما عندي لكن عنده أرض قال لي خذيها تعويض عن القرض الآن لو بعت هذه الأرض وجابت لي أكثر من الثمن لي هل أعطيه الباقي أم ماذا أختي فاطمة من المغرب بارك الله فيك بالنسبة لأخيك ما استطاع أن يسدد الدين وأعطاك أرض لتأخذين يعني تأخذين مقدار القرض القرض فإنه لا يجوز لك الزيادة إذا كان إذا كان ثمن الأرض زائدا عن القرض فمثلا أنت أعطيتي ألف دينار مثلا وقال ما عندي قدرة خذ الأرض رحتي أخذت الأرض وبعتيها بألفين تأخذين الألف وتردين له الألف الزائد لأنك لو أخذت الألفين صار ربا أصبح ربا ما يجوز بارك الله فيك إذا أعطيتي ألف وقال لك خذ الأرض فبعتيها بثمانمية تطالبينه بمائتين يعني يبقى في ذمتي إلا أن تسامحينه أنت بارك الله فيك أم طيف من العراق تقول لما كنت في شبابي كنت أنذر كثيرا ونسيت على ماذا كنت أنذر وشيء من هذا القبيل تقول ماذا أعمل في مثل هذه الحال أم طيف بارك الله فيك طبعا أنت ذكرت جملة شعرت بأن النذر هذا شركي وليس يعني شرعي فإذا كنت نذرت أشياء شركية مثلا تنذرين للمقبورين مثلا هذا نذر باطل عليك صيام عليك صيام عليك إطعام عشرة مساكين فإن لم تستطيع تصومينه ثلاثة أيام أما إذا كان النذر شرعي نذرت نذرا شرعيا وما عرفت النذر نسيتيه فتلجئين إلى أيضا كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أخواني وأخواتي وقت البرنامج لكن الأسئلة كثيرة ما أنتهى سامحوني أنا حاول وأحرص أنني آتي بأكبر قدر ممكن لكن أذكركم بما دائما أذكركم به بشروط قبول البرنامج للأسئلة لابد أخواني من ذكر الاسم أو الكنية اسم البلد سؤال واحد يكون مختصر أرجوكم يكون مختصر لأن أحيانا سؤال يأخذ مني وقت طويل جدا والفكرة هي واحدة يعني فكرة مختصرة اختصروا البرنامج ما يقبل أسئلة الصوتية أو المرئية وكذلك ما نفسر أحلام لأن كثير من الأخو والأخوات ورسلوا لنا رؤى ونحن ما نفسر الرؤى عموما صلى الله تعالى أن ينفع بالجميع ألتقيكم غدا على خير بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته